أهلا بكم في الحصة في الحصة النهاردة هنتكلم على آية من الآيات اللي بتحيرنا وتصدمنا جدا الآية بتقول لكن الآن ما له كيس فليأخذه ومزود كذلك وما اللي ليس له فليعبيع سوبه ويشتري سيفا ويمكن أصعب حاجة في الآية أنها بتتعارض بشكل كبير جدا مع كل تعليم المسيح من محبة الأعداء والرحمة والسلام والخير فزي المسيح اللي علم عن كل الحاجات الجامعة دي يؤمر تلميزه بشراء سيوف غريبة جدا بس لما نرجع للآية اللي قبلها على طول هنلاقي المسيح بيفكر التلميذ لما بعثهم إرساليه قبل كده قالوهم بعتتكم من غير ما تاخدوا حاجة معاكم والناس ضيفوكم ومحتاجتوش لأي حاجة المرات دي أنا بقول لكم العكس اعتمدوا على حاجاتكم وجهزوا نفسكم بكل حاجة تحتاجوه وكمان اشتروا سيوف الموقف اللي جاي هو أكبر دليل يخلينا ما نفهمش الآية بشكل حرف لأن بعد ساعات من الموقف ده المسيح اتقابد عليه فواحد من التلميذ اللي كان معاه طلع صيفه وقطع ودن عبد الرئيس الكاتل بسرعة المسيح اطرد ولمس ودنه وشفاه وده بيأكد ان المسيح ما يقصوتش ابدا صيف عشان يقتروا الناس المسيح كان مدرك لحجم الاضطهاد اللي هتعرضوا ليه والفكرة من الاية هي ان في الاول كانت الناس بتقف معاكم وتسدي احتياجاتكم بس الوضع هتغير وهيكون ليكم اعداء كتير فلازم تكونوا مستعدين لان هتكونوا شبه قطاع الطريق واللصوص في نظر المجتمع ولما قالوا للمسيح احنا بالفعل معنا سفين هنا قال لهم خلاص كفاية وده دليل فعلا ان هم فهموا كلامه بشكل حرفي في حين ان السفين مش هعملوا حاجة اصاده اللي هتعرضوا ليه فيبنينا ان المسيح كان قاصد يعرفهم ويخليهم يستعدوا لحجم العداء والاضطهاد اللي هيحصل لهم مش فكرة ان هم يشتري السيوف بمعنى بيحرضوا مع العنف وبدليل كان ساب ودن عبد الرئيس الكهنة مقطوعة او امر التلاميذي قطروا السيوف لكن كان هدفه يجهزوا من نفسيا للصعوبات اللي هتعرضوا ليه بكده تكون حصتنا خلصت نشوفكم في حصة جديدة